السلام عليكم ازايكم عاملين ايه معكو كريمة علي النهاردة هعمل لكم اكلة حلوة جدا المكرونة بالبشامل باللحمة المفرومة في تاس على النار هنضف لها معلقتين من الزيت ونضف عليهم بصلايا كبيرة مقطعة مكعبات ونقلبها شوية هنسبها لغاية لما يبقى لونها دهبي انا عايزة لونها دهبي مش غامقة وطبعا انتوا عارفين هنرش راشة الملح لان الملح بشد الميا من البصل ويخليه يتحمر بسرعة هنا البصل خلاص اتحمر هو ده اللون اللي انا عايزاه ادهب الفاتح دوا هنضف عليه نص كيلو من اللحمة المفرومة وهنفرنتها كويس قوي كده في الطاصة ومش هقلبها كتير انا عايز الجزء اللي تحت من اللحمة ياخد صدمة ويغير لون وبعد كده هقلبها عالجنب التاني هنا خلاص هقلب اللحمة خلاص اخدت لون هقلب فيها كده لغاية لما كلها يبقى لون واحد نص معلقة من الفلفل الاسمر نص معلقة من الملح ربع معلقة من القرفة ربع معلقة من القرفة عايزة تحطي جنزبيل حطي اي من الكهات عندك انت عايزة تحطيها حطي ممكن كمان تضيفي معلقة عصير طماطم ونقلب كده اللحمة شوية وبعدين سيبها تستوي عشر دقائق واضفع لها النار هكون اللحمة استويت تمام هنسيب بقى اللحمة المفرومة ونشوف هنعمل ايه تاني في حل على النار فيها كمية مية مناسبة عشان نوصلق المكارونة هنضيف معلقتين من الزيت ومعلقتين من الملح في المرحلة دي زبط كويس اول ملح بتاع المكارونة ونسيب المية لغاية لما تغلي خلاص هنا المية غليت هنضيف كس من المكارونة لازم المية تكون اكتر من كيس المكارونة بكتير علشان المكارونة متعجنش منك ومش عايز اسلق المكارونة قوي انا عايز المكارونة نص سوى يعني هيا في العادي بتاع 9 دقائق انا عايزها على القل 6 دقائق مثلا شايفين لون ده المية تغير ازاي هي كده بدأت تدخل في السوى بتاعها انا دايما اشيل معلقتين 3 من مية السلق بتاع المكارونة عشان بحتاجها بعد كده هقولكو بحتاجها في ايه هنا المكارونة خلاص استود 3 ربع سوى او نص سوى زي ما انت شايفها كده هنصف المكارونة وفي نفس الحلة هنضيف معلقتين من الزيت وعليهم معلقة صغيرة من التوم هنقلب التوم شوية قبل التوم يبقى لونه دهبي عندنا التوابل نصف معلقة من الكسبرة نصف معلقة من الفلفل الاسمر نصف معلقة من الملح هنحمصهم شوية تحمس التوابل ده بيدي طعم حلو جدا وكباية من الطماطم ايوه كباية من الطماطم ما تستغربوش ان البشاملة هيبقى عليها طماطم ده احلى بشاملة هتاكلها في حياتكم وضفنا شوية من مية سلق المكارونة اللي احنا اخدناها قبل كده ونسيب الطماطم تغلي على النار واول ما الطماطم تغلي بالطرقة دي هنضف عليها المكارونة شايفين بقى المكارونة نازلة ازاي مهيش مع الجنب بعضها عشان ايه عشان هي نص سوى وعشان مغسلنهاش بالمية الحنفية هنقلبها تقلبتان ونضف عليها النار انا مش عايز اكتر من كده انا عايز المكارونة تاخد من طعم الطماطم والتوم فعلا يا جماعة الطماطم بتخلي طعم المكارونة من البشاميل خطيرة جربوها جربوها هتدعو لي هنعمل بقى البشاميل فحلة هنضف لها لتر من اللبن البارد انا بستعمل بصراحة البشاميل الجاهز بتاع مايوي مقديره حلوة جدا ومزبوطة ومريحانة جدا لتر اللبن بياخد اربع معالق من البشاميل فعلا بتطلع مزبوطة جدا ومفيش بهرات ولا اي حاجة وقل بيها كويس جدا جدا ما تخليها تكلكع منك اهم حاجة لكن لو عايزة تعمل البشاميل العادي هتجيبي حلة هتحط فيها اربع معالق من الزبدة عليهم اربع معالق من الديق حور الديق في السمنة لغاية لما يستوي الديق بعد كده ضيفي اللتر من اللبن برضه وقلبي فيه لغاية لما تاخد القوام المزبوطة اللي انت عايزها للبشاميل وقلبي في القوام المزبوطة خلاص البشاميل اللي بدأت تتقل هو ده القوام اللي انا عايزة شايفين قوامها؟ ماهيش خفيفة وماهيش تقيلة هو ده قوام بالضبط اللي انا محتاجه هقفل النار ونروح نشوف هنعمل ايه هنجيب الحلة اللي فاها الماكارونة بالسلسة ونضف لها معلاء او معلقتين من البشاميل على قد كمية الماكارونة اللي عندك وقلبيها كويس مع بعض علشان برضو البشاميل اللي تمسكها هنروح نركب بقى الحاجات كلها على بعض هنجيب القارب اللي انت هتعمللي فيه الماكارونة وهنضف عليه معلقتين من البشاميل وهتفردهم كويس اوي في ارضية القارب او الصينية طبعا علشان الماكارونة متلزقش منك حين ابتدي بقى نضيف الماكارونة وهنفردها كويس اوي في ارضية القارب حاول انها تكون تبقى سميكة ماهيش تبقى ضعيفة عشان تعرف تحط عليها بعد كده اللحمة المفرومة حاول اتوزع الماكارونة كويس اوي في ارضية القارب يعني تكون كلها في سوى واحد ما تكونش فيه منطقة ضعيفة وفيه منطقة يعني فيها ماكارونة كتير لا يعني كلها لازم تكون سوى واحد ماهيش تبقى خلاص بعد ما خلصت اول طبقة هبتدي بقى اوزع اللحمة المفرومة انا كس الماكارونة بحط عليه بصراحة نص كيلو اللحم مفرومة يعني عشان احس كده بتعمل اللحمة وانا باكل الماكارونة ما تبقاش فاضية معقول جدا شايفة نص كيلو معقول جدا على كس الماكارونة بعد ما وزعت اللحمة كده على الماكارونة هنضيف الطبقة التانية وهنفردها برضو كويس جدا على اللحمة ونشوف هنعمل ايه عبال ما نفرد الماكارونة الحقيقة عايز اوجه تحية وشكر وتقدير واعتزاز وكل حاجة حلوة لمدام هناء صاحبة قناة يوم جديد مع هناء فعلا قناة حلوة جدا وصاحبتها احلى صراحة انسانة زوء واخلاق وعلمتني كتير وشجعتني كتير واخدت بايدي يعني مشاكرة جدا لك مدام هناء بجد وقناتك ان شاء الله وبإذن الله هتبقى من القنوات الكبيرة جدا 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 بالتوفيق لك يا حبيبتي يوم جديد مع هناء ونكمل بقى ونشوف هنعمل ايه مع صنية الماكارونة بالبشامل بعد من الماكارونة كلها اتفردت بالطريقة دي هنوزع بقى البشامل كل البشامل اللي عندنا هنوزعه بقى على وش الماكارونة هنوزعه بقى مكس من الجبان الشيدر المتزر الا هتفرديها برضو على الوش كلها واتوزعيها على الوش عشان تديك احلى لون واحلى صنية ماكورونا بالبشاميل للنهاردة بعد ما وزعنا الجبن على وش الماكورونا بالطرقة دي هندخنها الفرن اللي احنا مسخنينه قبل ما نبتدي نشتغل على درجة حرارة مية وتمانين هنحط الصنية في الرف الاوسط من الفرن هي هتقعد في الفرن بالكتير تلت ساعة اخر خمس دايق هنفتح الشواية عشان تاخد اللون ده هي مش اقلا متحمرة من فوق لكنها طرية شايفين لونها وراحتها حلوة جدا لونها حلو قوي بجد وراحتها فضيعة ولما تبرد خالص قطعيها وقدميها في الطبق وبقى الفهنة انا عايز اقولك لو قدمتيها وهي سخنة هتبقى مش مسكة نفسها زي كده لكن لو استنيت عليها شوية لما تبرد وقطعتيها هتبقى زي كده ما شاء الله مسكة نفسها ودي كانت اكلتنا النهاردة لو عجبتكم ما تنسوش اشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتقولولي رأيكم رأيكم يمني جدا